أعلنت وزارة السياحة الانتهاء من مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بالكامل وكانت اليونيسكو قد طلبت بترميمه على مدار سنوات طويلة حيث تعد منطقة سقارة إحدى المناطق التابعة لجنبانة منف المسجلة على مواقع التراث العالمي وخلال اجتماع ترأسه وزير السياحة خالد العناني تم استعراض الاستعدادات النهائية بمشروع ترميم قصر محمد علي بشبرى تمهيداً لافتتاحه خلال الربع الأخير من العام الحالي وكذلك تمت مناقشة الأعمال النهائية لمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروفة باسم طريق الكباش الذي يربط بين معابد الأقصر والكارنك وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة